شهد رئيس مجلس الوزراء مصافة مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد مراسم توقيع محتر استلام الأراضي لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا واط غربية سهاجة باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليار دولار وعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم حيث من المقرر أن ينتج المشروع عند اكتماله نحو 48 ألف جيجا واط لكل ساعة من الطاقة النظيفة سنويا بما يسهم في تفادي انبعاثات بنحو 23.18 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون فضلا عن توفيره نحو 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة